زيكا عملين ايه؟ انا اسمي للك النهاردة ماما هتمنى جميلة اول باي باي زي ما سمعته كده بالزبط كوكي هي اللي حابت تقولي المقدمة النهاردة في الفيديو علشان كده هو احلى فيديو عشان صوت ملك فيه تعالوا بقى النهاردة نعمل الكيكة اللذيذة الهشة جدا بزيادة كيكة هشة واقتصادية ببيضة واحدة فقط وحطه تحت اقتصادية دي كزا خط علشان في اخر الفيديو هنشوف فعلا هي اقتصادية وتستهل ولا لا هقولك النهاردة ان شاء الله على اسرار نجاح الكيك يعني من هنا ورايح انسنك تعملي كيكة وتفشل منك والسر في حاجات بسيطة جدا جدا هنتكلم مع بعض عليها في الفيديو يلا بينا نشوف هنعمل الكيكة الامر بتاعنا ده ازاي بس يا ريت تعملوا لايك وتشيروا الفيديو وتدعوا الملك ان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب اول حاجة هندين الصينية اللي هنستخدمها دي صينية مقاس 24 لو حب الكيك اعلى من كده استخدمي صينية مقاس 22 او صينية مقاس 20 احنا نعمل النهاردة كيك ببيضة واحدة تقدري تضعف المقادير زي ما انت حب في الاول بدهن الصينية بتاعتي دهنة زيت كويسة جدا من جميع الجوانب وابدأ ابطنها طبطني دقيق لو هتعملي كيك شوكولاتة بطنيها بالكاكاو علشان دقيق مايبقاش مجاير على وش الكيك تقدري تعملي بنفس المقادير دي كيك شوكولاتة وهقولكو برضو ازاي وحنا شغلي هنركن الصينية دلوقتي على جنب وهنجيب بولة وهنزل فيها ببيضة بدرجة حرارة المطبخ كل المكونات اللي انا هشتغل بيها هتكون بدرجة حرارة المطبخ هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الفانيليا ممكن تستخدمي زرفين فانيليا ممكن تستخدمي الفانيليا السيلة عندي كوباية من السكر وياريد تستخدمي السكر الناعم الحبيبات ولو ما امكنش استخدمي السكر التموين عادي بس حاولي الضوبيه على قد ما تقدرين بالمضرب السلك وممكن اعمل الحركة دي في الخلاط بس الافضل بالمضرب السلك لانها هتكونتي إلا شوي في الخلاط هبدأ اضرب البيضة مع السكر كويس جدا لمدة خمس دقايق بالمضرب السلك لحد ما القوام بتاعي يفتحها بالشكل ده بعد كده هنزل عليها بكوباية اللي ربع من الزيت استخدمي نوع زيت كويس علشان ريحته ما تبنش في الكيك اي كيك هتعملي استخدمي نوع زيت كويس وانصحك بلال زيت التموين في الكيك بعد ما انزلت بالزيت بنزل بكوباية لربع من الزبادي او اللبن الرايب اللبن الرايب هنا يعتبر بديل للبيض يعني لو انا هعمل مثلا كيكة بتلب بضاط فانا هحط كل قصات كل بيضة تقريبا نص كوباية زبادي صغيرة يعني لو هعمل مقدار طلب بضاط وهشيل مثلا بطين وهعمل ببيضة واحدة هحط لهم كوباية لربع من اللبن الرايب او كوبايتين صغيرين من الزبادي العادي اللي هو ها بتباع في المحلات قلبتهم كويس وبعد كده شلتهم على جنب وهحضر دلوقتي المكونات الجفة المكونات الجفة بتكون عبارة عن كوبايتين من الضيق ربع كوبايت نشا مع علاقة من الكيك شيف او البيكنج بودر وزرة ملح بقلبهم على بعض وهشيلهم على جنب هنرجع للخليط السيل ونبدأ ننزل بالمكونات الجفة شوية بشوية بس ياريت تنخليها لان طبعا نخل الديق بيدخل هوا جوه الكيك فده اللي بيدل الكيكة بتاعتنا النفشة اللي بتاعتها وتبقى منفوشة كده وهشة هننزل بالديق شوية بشوية واول ما ديق الاولاني يختفي بنزل بالباقي على ما نقلب بقى كمية الديق هتكلم معاكو شوية في موضوع البدايل ده البيض بديله الزبادي او اللبن الرايب يعني كل بيضة هتشليها من الكيكة هتحطي قصادها كباية قتلت كباية بالزبط من الزبادي يعني انا شلت بطين حطيت قصادهم كباية لربع من اللبن الرايب او من الزبادي طبعا الزبادي بيكون غالي شوية فانا لو هشيل البيض وحط الزبادي يبقى للاسف الكيك ما بقتش اقتصادية لان الزبادي اغلى من البيض فدلوقتي انا بعمل الكيكة ببيضة واحدة شكلها اقتصادية واسمها اقتصادية بس هي للاسف مش اقتصادية لو جيتي حسبتيها انك عملتيها بالزبادي هتلاقيها مش اقتصادية خلص فأنا شايفة إن الكيكة دي طعمها حيل وهشة بس هي مش بديل اقتصادي للكيكة اللي بالبيض البيض أوفر ويمكن أحلى كمان بعد ما قلبت المكونات الجافة كلها بنزل بكباية لربع من الميا المغلية فايدة الميا المغلية هنا نبتدي لعجينة هشاشة حلوة جدا وهتشوفها في آخر الفيديو نزلت بكباية لربع على المقدار ده وقلبت لحد ما الميا اختفت تماما وخليط الكيك بقى بالقوام ده حسيت إن الخليط تقل شوية فانزلت كمان بمعلقتين من الميا المغلية ما تنزلش بميا ده فينزل بميا مغلية ممكن تستبدل الميا بالحليب المغلي ما فيش أي مشكلة بس احنا بنحاول نعمل كيك اقتصادي شوية فإزاي أنا خليك اقتصادي بقى فعلا زي ما الكتاب بيقول يعني أستخدم اللبن الرايب مهما كان هستخدم كباية لربع وهاروبها هتكون أرخص كتير من البيض وهتكون أرخص من الزبادي اللي هشتري من بر ده القوام المناسب للكيك هنجيب الصينية بتاعتنا ونبدأ نصب الكيك في الصينية ده القوام المناسب لا بيكون تقيل قوي ولا بيكون خفيف قوي ممكن أعمل الكيك ده كيك شوكولاتة بإنشيل معلقتين اتنين من الدقيق وحط بقى ده لهم معلقتين من الككاو الخام ممكن أعمل الكيك ده بدون بيت خالص واستبدله بالزبادي يعني حط زبادي أو لبن رايب على المقدار ده حط كباية وربع من الزبادي أو كباية وربع من اللبن الرايب هاخبط بقى الصينية خبطتين اتنين على الرخامة بدخلها فرنة بتسخن على درجة حرارة 200 من تحت بس اول 10 دقايق وبعد العشر دقايق الاولينين بوطي النار وخليها ال180 بتفضل بالزبط في الفرن 40 دقيقة وبطلحها وباختبارها بخلة من خلال الاسنان او استكمي بتاعت الشيش طوق وبطلحها وبقلبها كده من الصينية بتاعتي ما شاء الله الارتفاع بتاعتها حلو جدا تقريبا 7 سنتي الارتفاع بتاعتها انا عاملها في صينية مقس 24 في الصينية بتاعت كبيرة تعالوا بقى نشوف اسرار نجاح الكيك فعلا وايه اللي بيفرق في طعم الكيك اول حاجة استخدامك لزيت الكويس بيفرق في طعم الكيك وفرحته استخدامي نوع بيكينج بودر يكون جيد علشان البيكينج بودر اللي مش كويس هيكتم الكيك ومش يخليها تعلى في الفرن زي ما قلتلكو على البداية المين شوية في الفيديو درجة التسوية في الفرن تسوي الكيك على نار متوسطة ما تعليش النار علشان الكيك تستوي براحتها عشان ما تاخدش لوم من برة وهي لسه من جوة مستويتش بتبقى عجيم من جوة وكمان درجة الحرارة العالية بتخلي الكيك ترفع مرة واحدة وتهبط مرة واحدة فدرجة الحرارة المتوسطة او باعتدال بتطلع كيك مزبوط وكل حتة فيه مستوية مزبوط جدا اتمنى تجربوا الوصفة بطريقتي هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله